نحن نجد من قشل تطممنا بعد كثير من الغموض حول الموقف التركي من نظام الأسد أما بين التلميح والتصريح ينهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدال حول الرؤية التركية من نظام الأسد ويقول إن أنقرة ليس لديها أطماع في الأراضي السورية وإن الشعب السوري شقيق لتركيا وإن هناك خطوات يجب القيام بها تجاه الملف السورية ولا بد من الحفاظ على وحدة الأراضي ويجب على نظام الأسد أن يعي ذلك وحول التواصل مع نظام الأسد أجاب أردوغان أنه لا يمكن قطع الحوار السياسي أو الدبلوماسي بين الدول أبدا وسيكون هناك دائما مثل هذه الحوارات ولا يمكن التخلي عنها بين الدول ويمكن أن تتمى مثل هذه الحوارات في أي وقت وهو ما يفسر تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركية كشف خلالها عن لقاء جمعه مع وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد العام الماضي انتقد الرئيس التركي أداء المعارضة التركية التي تحاول أن تستثمر سياسيا في الملف السورية بالقول إن تركيا ليس لديها مشكلة في هزيمة الأسد أو لا وأن وجود تركيا في الأراضي السورية بهدف محاربة الإرهاب وإن التنسيق مع الروس في مناطق شمال سوريا هدفها محاربة ما سمها بالتنظيمات الإرهابية من شرق نهر الفرات وغربه إلى البحر الأبيض المتوسط تصريحة أردوغان تزامنت مع تصريحة لوزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال فيها لدينا مسئولية إنسانية ومسئولية حسن جوار ومن المبكر الحديث عن اتصالات مع النظام في سوريا وأضاف سويلو أنه بعد حديث أردوغان عن خطوات تؤمن عودة مليون شخص إلى مناطق جرابلس وعزاز والباب وتل أبيض ورأس العين بدأ ما وصفهم بالإرهابيين بقصفها مشيرا إلى أن السوريين سيعودون في نهاية الأمر لكن لا يمكن دفعهم إلى بلادهم وتركهم يواجهون الموت